كعادته في السير عكس التيار يمضي النظام التركي رفقة قلة قليلة من الدول في الوقوف مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ويعقد معه اتفاقيات يثار حولها الكثير من التساؤلات مادورو أعلن قبل أيام اتفاقه مع النظام التركي لاستخراج الذهب في منطقة بجنوب فنزويلا في قليم أورينوكو وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 112 ألف كيلومتر مربع غنية بالذهب والمعادن الأخرى الخبر إلى هنا يبدو عاديا ولا يخرج عن سياق العلاقات الاقتصادية بين أي بلدين بينهما علاقات دبلوماسية وتجارية لكن أن تكون المنطقة المستهدفة بالتنقيب تنتشر فيها أنشطة استخراج المعادن على نحو غير قانوني وتشهد أنشطة تنقيب دون ترخيص هو ما يطرح التساؤل عن توجه رئيس النظام التركي رجب أردوغان لتمتين علاقته مع مادورو غير المرضي عنه من قبل حلفائه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة علاقة أردوغان ومادورو لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت فعليا مع الانقلاب المزعوم في تركيا في صائفة عام 2016 حينها كان مادورو من أوائل الداعمين لأردوغان ليرد الأخير الجميل لمادورو بإعلان تضامنه معه عام 2019 عاقب أعلان المعارض الفنزولي خوان جوايدو نفسهم رئيسا للبلاد بعد انتخابات طالتها اتهامات بالتزوير وبالعودة إلى تجارة الذهب فلكل من مادورو وأردوغان مآرب خاصة به من ذلك فمادورو يسعى لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين في ظل العقوبات المفروضة عليه من المجتمع الدولي وانخفاض أسعار النفط أما أردوغان فيرى مراقبون أنه يستغل حاجة كركاس هذه فهم بشراء الذهب الفنزولي وقدم لها المواد الغذائية عواضا عن المال الذي من المفترض أن يشترى به الذهب وهذا ما حدث عام 2018 عندما استوردت أنقرة معادن ثمينة بقيمة 900 مليون دولار من فنزولا على الرؤم من أنها لم تخوض غمار هذه التجارة مطلقا عام 2017 سبب آخر يطرحه مراقبون لتعامل أردوغان مع مادورو وهو الوقوف في وجه الولايات المتحدة والمضي قدما عكس توجه العالم الغربي وخلق تحالفات جديدة مع الصين وروسيا التي لم تنضم للعقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية حربها في أوكرانيا منذ شباط عام 2022 التخوف الأمريكي الأكبر من تجارة الذهب هذا ليس توفير المواد الغذائية للفنزوليين وليس تعامل أردوغان مع لد أعدائها في أمريكا جنوبية لكن يكمن التخوف الأمريكي من احتمالية تمرير النظام التركي الذهب إلى إيران في التفاف على العقوبات المفروضة على طهران كما يفعل ذلك في الوقت الراهن مع موسكو وفق تقارير إعلامية السؤال المطروح هو هل سينجو أردوغان مرة أخرى بمخالفة حلفائه في ملف شائك كالتعامل مع الرئيس الفنزولي أم أن الغرب وأمريكا سيضعون حداً لسياسات أردوغان التي يصفها البعض بالمتهورة ترجمة نانسي قنقر